وفي سياق آخر احتفلت راهبات الفرنسيسكانيات مرسلات مريم بعيد المؤسسة الطبوية ماريد لاباسيون وذلك في قداس إلهي ترأسه الأب عصام الزعمة كاهن رعية جبل الحسين بمشاركة عددا من الأباء الكهنة وحضور الأخوات الفرنسيسكانيات في جبل الحسين وجمع من الأخوات الراهبات من عدة رهبانيات في الأردن وحشد كبير من المؤمنين وتم خلال القداس الذي أقيم في كنيسة القديس يحنى دولاسال الفرير بعمان رفع التقادم التي حملت في ثناياها رمزية سرية تدل على عيش السر الإفخارستي في الحياة الروحية وفي عدة القداس تكلم الأب عصام الزعمة وقال فيقول يسوع لنا أيضا لا تفزعوا ولكن لا تكون النهاية عند إذن إذن القطر هو أن نتخيل أن زمن النهاية قريب جدا بسبب هذه الحوادث والحروب والفتن ثم يتحدث يسوع عن الاضطهادات يخبر تلاميذه عن المعاملات السيئة التي سوف تصيبهم من توقيف وسجن ومحاكم كل ذلك من أجل اسم يسوع فالشهادة التي تؤديها عذابات المضطهدين أو الاستشهاد في سبيل المسيح سوف تدافع عن التلاميذ أمام منبر الله في النهاية أي أن حكم الله يقرر خلاص كل إنسان احتمل العذابات شهادة لله هكذا لا بد من الاضطهادات لكل تلميذ للمسيح حتى أن الكنيسة سوف تتعرض للاضطهادات وهذا هو أول اعتبار يشجع فيه يسوع المضطهدين على قبول الاضطهادات حبا لله تعالى والاعتبار الثاني هو على المضطهدين أن لا يهتموا بما سيقولونه للدفاع عن أنفسهم أمام الناس والمحاكم الروح القدس سوف يتكلم فيهم حتى لا يقاوموا كلامهم مثلما كان خصوم استفانوس عاجزين عن مقاومة الحكمة والروح الذي به يتكلم يسوع نفسه سوف يعطيهم الحكمة أي تدخل الروح القدس فيهم والاعتبار الثالث لن تفقد شعرة من رؤوسكم يقول يسوع مشجعا ومعطيا لتلاميذه وعدا يحمل الرجاء